اشتركوا في القناة القمر طبعا ما زال موجود في الدلو ورح ينتقل للحوت رح يكون في منزلة المقدم هاي المنزلة جيدة للخير والثبات والسلامة والمحبة وحكينا انه تأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود في الدلو ومنشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومنشط اجتماعيا منرغب الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق ومنجرب اسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه يكون عاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز ستيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد في زاوية امبارح احنا ذكرناها بين المريخ واورانوس هاي زاوية خطأ انا اخطأت فيها هي زاوية صحيحة هي زاوية اقتران سلبية بين المريخ والمشتري راح تكون في تمام الساعة 11 و34 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش اضع عن يوم امس طبعا هاي الزاوية من الزوايا البطيئة اللي بتوخت تقريبا بحدود الاسبوع والعشر ايام قبل وبعد وهي مؤثرة عشان هيك مبارح انا ذكرتها بالغلط انا حكيت اوورانوس بدل المشتري وحبيت عدلتها انا في الصندوق الوصف وهي اليوم بدي اذكرها على اساس انه الكل يكون عارف تأثيراتها هاي زاوية بتحقق للبعض تقدم على حساب الاخرين يعني نوع من انواع الاستغلال او نوع من انواع النصب او الاستعطاف او اشياء من هذا النوع بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة ميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا ما بتتعرض للعراقيل بالفترة هاي لا يتم توصل لاي اتفاق وفي هاي الفترة ممكن يعلو شأن احد الدعاء او رجال الدين او المعارضين وبيلقى تعييد وشعبية كبيرة اما احنا الان في فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا مستمر من الان لغاية الساعة 12.33 دقيقة لبعد منتصف الليل وهذا بيعني انه الفترة المذكورة ما بين الان لغاية منتصف الليل بتوقيت جرينتش اللي هي 12.33 هاي الفترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهمة لتوقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا رح يستمر خلوه المسار لغاية الساعة تقريبا 12.33 دقيقة بعد منتصف الليل وبكون هيك القمر استقر في برج الحوت طبعا تأثير القمر على كافة الابراج لما بكون موجود في الحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هذه الفترة نشعر بالضياع ولا ننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزوي جانبا بذرف الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمل ونتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير وبما ان القمر راح يكون موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم 23 ثلاث في تمام الساعة 22.50 دقيقة عصرا ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني ساعة 12.58 دقيقة بتوقيت جرينتش بعد منتصف الليل فلا ينتقل القمر بعدها لا الحمل عمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 41.42 دقيقة منتصف الليل بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19.4 المزاج سعيد القمر في الدلو والحوت حتى 24.3 المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم 11.4 المزاج منتحس الزهرة في الثور حتى 3.4 المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 30.3 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الجدي حتى 22.3 المزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا قبل ما نحكي عن التوقعات اليومية أنا بحكي التوقعات تنطبق على الطالع وبتنطبق على البرج الشمسي فعشان هيك الواحد يسمع برجه وطالعه واللي بيشوفه غالب عليه اكثر في التوقعات هو اللي بتتبعه وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل الظهر بين الاصدقاء يعني بظل فيه نشاط عندكم مستمر بين الاصدقاء والاتصالات لغاية تقريبا ساعات العصر بعد ساعات العصر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم لانه القمر بيكون وصل لبيت متاعبكم اما بالنسبة للخارطة الفلكية فانا بحكي لك انه بالنسبة للوضع الشخصي اليوم نفسيتك الشوي فيها نوع من انواع الحدية والعصبية بتحاول تفرض رأيك وسلطتك بعصبية بعنف فعشان هيك بدك تحاول انك انت تمسك حالك قدر الامكان وحاول انك انت تراقب وضعك الصحي حاول تنجز الاعمال الضرورية على اساس انه الامور شوي تخف عليك لانه برضو بيت المتاعب احنا حكينا انه بضغط بالعمل بيخلي الاعمال تتراكم وفي نفس اللحظة بضغطك في سلوكك وفي عصبيتك وممكن يجيب لك بعض التوعوكات الصحية او بعض الاوجاع اللي ممكن انها تكون مؤذيتك فعشان هيك انا هنا حكيت اللي هي البيت الاول وحكيت بيت متاعبك وله بيتك 12 اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه في ضغط من المصاريف بكمية عالية جدا يعني ضغطات قاعدة تتسارع في نوع من انواع الشكوى او التذمر في نوع من انواع المخ الشغال بالاحسابات والفوترة والترتيب والالتزامات والاشياء اللي من هذا القبيل عشان هيك بدك تحاول انك انت تقلل من مصاريفك الفترة هاي قدر الامكان وما تخوض اي مغامرة الها علاقة بالوضع المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه في تحركات واتصالات عندك اليوم كثير عندك نشاط عارم بتقدر تتحرك بكل الاتجاهات بتقدر تقنع اي شخص الاشخاص اللي عندهم دراسة منزلية بيقدروا انهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد ويحققوا انجازات على مستوى الدراسة يعني بشكل واضح وفاعل بيقدروا يرتبوا كل شي منزلي اما بالنسبة لموضوع الاتصالات والمواصلات فتتحور على حسب الوضع الراهن حسب المنطقة اللي انت فيها اذا هي مغلقة او لسه مفتوحة بيكون عندك كثير من التحركات والاتصالات وفيه ناس بتهتم بامور الها علاقة بالتكنولوجيا اما تكنولوجيا السيارات او تكنولوجيا الاتصالات وبدخلوا بمناقشات بعدة مواضيع وممكن يقنعوا اي شخص بوجهة نظرهم اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف اليوم التركيز الاكبر هو على البيت عشان هيك رح يكون فيه نوع من انواع الاجتماع او اللمة او الفرحة او اشيء العلاقة بمناسبة معينة بتدخل البيت خلال هذا النهر ممكن تسمع خبر يسعدك ممكن اجتماع عائلي والاخبار او النتائج اللي تكون فيه برضو تبسطك ممكن انه اشياء لها اهتمام باحد الوالدين او احد الاخوة او احد الابناء اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه فيه ضغط عليك بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا انت شوي ممكن انك انت زي ما بحكوها تتحسس لاي امر عاطفي يعني حسسيتك عالي جدا ممكن انك تتذكر مواقف او اشياء قديمة او اشياء لها علاقة باحبة بعز عليك اما انهم غادروا بهذه الحياة او انها انقطعت العلاقة ما بينك وبينهم فبتظلك انت تتذكرهم بخلال هذا النهار بيجوا على بالك باكثر من مرة ممكن انك انت تدرف الدموع او تبكي من حسسيتك على الامور اللي قالت لها هاي الظروف ممكن تلجأ لأحد الاحبة لمساعدك في امر ما اما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز اليوم يعني اعمال روتينية احنا بنقدر نقول مش راح تكون اشياء قوية بتقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك وبتقدر تراقب وضعك الصحي بشكل جيد يعني الامور مش مرهقة بالعكس الامور انت مسيطر عليها بشكل ممتز اما بالنسبة لبيت الشراكة فانا شايف انه ما زالت الامور ضغطة عليه بشكل كبير فعشان هيك فيه نوع من انواع الحدية في التعامل مع الشركاء مما شركاء المال او شركاء العاطفة ففيه نوع من انواع العصبية او التوتر في العلاقة بتحتد الامور وبتكبر اذا انت ما سيطرت عليها حاول انك انت تحط عواطفك على جنب وفكر في الامور بعقلانية اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من الحظوظ ومن النحوسة فعشان هيك بيكون امر روتيني جدا على امور الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع فبكون عندك نشاط ذهني عالي جدا وعندك قدرة عالية جدا على التواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن موضوع دراسة او بحث او ممكن اشياء لها علاقة باجتماعات او دراسة لغة جديدة او تفقد بعض الاشخاص اللي خارج البلاد ممكن يكون في عندك كثير من التنقلات والاتصالات خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فامر روتيني لا امر معاك ولا امر ضدك خصوصا بالاشخاص اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة ما فيه اي شيء يعركس عليك اما بالنسبة لبيتك 11 برضو اليوم في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الاصدقاء ممكن يكون في نوع من انواع الاجتماع او طلب المساعدة او المعاونة او الاستشارة في مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 12 فذكرناه في بداية الحلقة في بداية التوقعات برج الثور حافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل قد بدأتم به من قبل من ساعة العصر وبتصير نشاطكم باتجاه الاصدقاء ممكن لقاء وممكن اتصال وبيسألوا موليد برج الثور انه شو سبب هالضغوطات الكثيرة هاي اللي عليهم بالفترة هاي طبعا السبب هو انه الشمس الان انتقلت شكل كامل لبيت متاعبكم يعني بمعنى اخر انتوا داخلين على ثلاثين يوم اذولا ثلاثين يوم صعبين مش انا اللي بصعبهم هم اللي صعبين لانه الشمس في بيت المتاعب بتعمل هاي الاحداث فعشان هيك الفترة هاي بتكونوا تحاولوا انكم تستغلوا التوقعات اليومية وتتحركوا في اكثر اشي ايجابي موجود فيها وتحاولوا انكم تركزوا على اموركم حاولوا انه انتوا تتأقلموا مع الظرف لانه هذا امر لا انا بقدر اغيره ولا انتوا بتقدروا تغيره بتقدر انت تستغل الاشياء الايجابية وبس انك انت تمتنى على الاشياء السلبية اللي احنا بنذكرها وبتكون ان شاء الله امورك بتمشي في هالثلاثين يوم الصعبين اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف على مستوى البيتك الاول فيه نوع من انواع الايجابية اليوم فيه عندك نوع من انواع الطاقة يعني مزاجك شوي صحيح انه فيه نوع من انواع العصبية ولكن انك بتقدر تسيطر عليه بتقدر تقلب الجو بدل ما هو ضغوط تقلبه لها سعادة وانبساط اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف ان اليوم فيه فرص لامور مالية ممكن تجيك اما عن شكل تعويض او سداد ديون او امور الليها علاقة بالاعمال الاضافية او اشياء الليها علاقة بالصفقات التجارية ولكن حاول انك تقلل من المصاريف لانه الايام الجاي رح يجيك فترة يومين فيه عليك ضغط مالي عالي جدا اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه الامور جيدة على مستدعوة الدراسة والاتصالات والمواصلات والاهتمام بامور الها علاقة بالمناقشة او النقاشات او ابداء وجهة النظر او الاقناع فهي الامور كلها عندك قوية جدا تقدر تستغلها بشكل ايجابي في منك رح يهتم في امور الها علاقة بالاتصالات او بالمواصلات يعني اما بالسيارات او بالهواتف اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه قوة كاملة بتتركز من الطاقة على موضوع البيت فعشان هيك بتقدروا تنجزوا كثير من الاعمال اللي لها علاقة في البيت ممكن اشياء لها علاقة بصيانة او ترميمات او شراء بيت جديد او ترقل لبيت جديد او الاهتمام في اشياء لها علاقة باحد الاخوي احد الابناء احد الاولاد يعني اشي بيتركز على البيت وفي اهتمام رح يكون مسلط على احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضود لا بدعمك لا ايجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي وعلى المستوى الحضود فهو روتيني احنا منقول اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد خلال هذا النهار بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك بتقدر تحقق انجازات عالية جدا يعني ممكن انك حتى تعمل لساعات اضافية لاجل انك انتي تنهي كل الاعمال المطلوبة منك بدون تراكمها وفي منك رح يهتم بوضع صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور على مستوى الشراك المالية والعاطفية شيئا ما نقدر نقول انه روتيني ما في اي اشي فعشان هيك الامور بتتعامل فيها على حسب الوضع الاجتماعي اللي انت عايش فيه انت وشريكك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه في بعض الفرص ممكن تيجي من سداد ديون او امور الها علاقة بالفوترة او اشي العلاقة بالاموال المستردة ممكن تيجيك بعض الهبات او المساعدات خلال هذا النهار او تطلب انت من اشخاص ويوعدوك للأيام القادمة اما بالنسبة لبيتك التاسع فراح يكون فيه نشاط كبير بالاتصالات والمواصلات وخصوصا الخارجية مع الدول البرة ممكن انت تعزز اشياء معينة او تأجل اشياء معينة خلال هذا النهار او تبادر باتصال لتفقد بعض الاشخاص خارج البلاد ممكن انك انت لاجل ظروف معينة تم تأجيل السفر فيها انك بتحاول انك ترتبها للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت العاشر فعا مستوى العمل في المؤسسات الكبيرة يعني انا شايف الامور مثل ما ذكرناها انه حاول انك تحافظ عليها بشكل جيد بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات انه راح تلتقوا اصدقاء او تتواصلوا انت والاصدقاء بشكل كبير اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل واضح فعشان هيك بدك تنجز العمال للضرورية وتحاول انك تراقب وضعك الصحي وحاول انك تأخذ قسط من الراحة قدر الامكان حاول انك تراقب وضعك وجهازك المناعي عام من اشياء لها علاقة بالامعاء او باسفل البطن او الالتهابات او اسفل الظهر برج الجوزاء من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يستعد بشكل جيد من ساعات العصر بتنشطوا في الاتصالات او في السفر البعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية طبعا القمر بين التاسع رح يكون وبين العاشر اما بالنسبة للبيت الاول فم نقولك انه الامور جيدة نفسيا اليوم ناشحون بطاقة عالية جدا ممكن انك انت تتحرك باكثر من اتجاه وممكن انك انت تلفت العنظار للك بنشاطك وحركتك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على مستوى الوضع المالي الامور جيدة يعني مستقرة شيئا ما خلال هذا النهار يعني لا مطلوب منك ولا عليك فعشان هيك في منكو ممكن يجي نوع من انواع الاموال اللي بتجي من عمل اضافي اكثر شيء او اغلب الاوقات فحاول انكو تقللوا بس من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحركة فممكن اليوم انك تقدم اي شيء جيد على مستوى المقابلة او اتصالات او اقناع اشخاص بوجهة نظرك او امور الى علاقة بالتكنولوجيا البحث عن موضوع الى علاقة بالهواتف او السيارات او اشياء الى علاقة بالمؤتصالات والمواصلات وممكن اجراء بعض البحوث او الدراسات ورح تنجح فيها بشكل جيد في منكو ممكن يهتم بموضوع المطالعة بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الرابع يعني اليوم احسن من امس على مستوى البيت ممكن يصير فيه نوع من انواع التواصل او الاجتماع العائلي او بعض النقاشات العائلية او اشياء العلاقة بالترتيب او الديكور او اصلاح بعض الاعطال المنزلية يعني بتهتموا بهذا الموضوع بشكل كبير خلال هذا النهار والامور بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت الخامس فيه اهتمام عاطفي عندك عالي جدا اليوم ممكن تتواصل مع احد الاحبة او ممكن تتراسل انتوية او يصير فيه نوع من انواع الاتفاق او طلب المساعدة اما هو منك او انت تطلبها منه فالامور بتكون جيدة لمصلحة الطرفين اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدروا تنجزوا كثير من العمال المطلوبة منكو لدرجة انه انت ممكن انك ما تهدأ لحد يتما تنهي العمل المطلوب منك فيه عندك نشاط لهذا الامر بشكل كبير وفيه منكو رح يهتم بوضع صحي له علاقة بالاعصاب اما اعصاب المعدة او اعصاب لها علاقة بالكتاف والادين واسفل الظهر اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فهو روتيني تتعاملوا بشكل روتيني ما بينكو بين شركائكم فحاولوا انه بس نمسكوا عصبيتكو ما تحتدوا وما تنتقدوا على اساس ان الامور ما يصير تتحول لمشكلة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد جدا على مستوى الامور المالية فعشان المالية المشتركة فعشان هيك ممكن تحصلوا على اموال مشتركة اما بتيجي بدعم من احد الازواج او انه بتيجي عن طريق دعم خارجي من اشخاص بتعرفوهم في منكم ممكن يسترد مال برجعله كان مدينه لحد وكان صعب انه يحصلوا بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 ضغط كبير بينك وبين الاصدقاء في نوع من انواع التوتر في العلاقة او في الاصدقاء او نوع من الجفة فعشان هيك انت محتد بالفترة في ساعات ما بعد العصر ممكن انك تنشط اجتماعيا اكثر وصير في نوع من انواع التواصل مع احد الاصدقاء حتى لو كان في خلاف ما بينك وبينه بس لاجل مساءل عن امر معين او حل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك على اعمالك تحاول تنجزها ما تخليها تتراكم وفي نفس اللحظة بدك تدير بالك على وضعك الصحي حاول انك انت تهدأ وتتأقلم مع الروتين القائم بدون ما انك تخالف القوانين برج السرطان تفحصوا حسابا مشتركا وامتنعوا عن اي خطوة مالية جديدة في ساعات العصر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات طبعا القمر رح يكون موجود بين المنزل الثامنة البيت الثامن والتاسع فعشان هيك ببداية النهار ممكن تحسوا انه في عندكم نوع من انواع الضغط او العصبية او التوتر ولكن مع ساعات الظهر بتبلش الامور تستقر بشكل ايجابي عندكم نفسي بتصير في تحسن اكثر اما بالنسبة لبيتك الثاني فالامور المالية يمكن هي الشاغل خلال الفترة هاي بتحصل على دعم او نوع من انواع المساعدة في اشياء لها علاقة بالاعمال الاضافية او صفقات التجارية خلال هاي الفترة تدعمك بشكل كبير يعني الامور ايجابية على المستوى المالي ولكن حاول انك انت تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث بتنشط اليوم في الاتصالات والمواصلات وفي عندكم نوع من انواع الحركة الدووبة ممكن اشياء لها علاقة بالتسوق او اشياء لها علاقة بالاهتمام باجهزة الالكترونية او اتصالات او مواصلات في منكم ممكن ينشط في الدراسة او مطالعة او البحث عن مسألة علمية معينة ممكن اليوم تكثر النقاشات والجدالات في مسائل كثيرة ممكن تقنع اشخاص في وجهة نظرك اما بالنسبة للبيت الرابع فعم مستوى البيت الامور ما زالت هادية فعشان هيك بتتعامل بشكل ودي على مستوى البيت خصوصا مع افراد العائلة حاول انك تتواصل معهم حاول تجد حلول لبعض الامور ممكن يدخل في امور الها علاقة بالصيانة او التصليحات او اشياء ايجابية بتغيير ديكور او اهتمام باشياء الها علاقة بالامور العقارية اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور روتينية تماما على المستوى العاطفي ما في شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني تقريبا طباعك هي اللي بتغلب على هذا الوضعية اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار وممكن حتى انك انت تعمل لساعات اضافية عشان انت تنهي هذا الضغط اما الجزء جزء ثاني منك او قسم اخر من موليد برج السرطان ممكن يهتموا بامور صحية الا علاقة بضيق التنفس او الها علاقة باشياء الها علاقة او نوع من انواع ضيقة النفس وفي منكم ممكن يهتم بآلام المعدي اما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي فانا شايفه يعني روتيني ما فيه اشي لا اجهبي ولا سلبي اليوم زي ما بحكوها نوع من انواع الهدوء موجود على الساحة اما بالنسبة لبيت الثامن ما حذكرناه في البداية والبيت التاسع برضو ذكرناه في بداية التوقعات اللي القمر رح يكون موجود فيهم اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه في ضغط على مستوى العمل فاذا كنت انت من الاشخاص اللي بيشتغلوا عن مستوى مؤسسات كبيرة حاول انك تمسك عصابك صحيح انه الضغط كبير علي كل فترة هاي ولكن انه بتطلب منك الحكمة وعدم مخالفة القوانين وعدم التهور وفي المقابل بدك تنجز كل العمال المطلوبة منك بدون مشاحنات او جدالات مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من انواع التواصل مع الزملاء في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او يكون في نوع من انواع التواصل مع اشخاص بعزوا عليه اصدقاء او علاقات عامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم اخف ضغط عليك فعشان هيك اليوم نفسيتك خصوصا مع ساعة الظهر بتبلش تتحسن بشكل ايجابي وفي منكم ممكن يجد حلول لبعض الامور كانت صعبة عليه بالفترة الماضية وفي منكم ممكن يثبت رأيه او انه يتخذ قرار خلال هذا النهار برج الاسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم من ساعات العصر بتنهمكم في اعادة تنظيم اموركم المالية يعني القمر رح يتواجد ما بين البيت السابع والبيت الثامن اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور على مستوى البيت الشخصية ما زالت ضغطة عليك في نوع من انواع النقص في الطاقة عندك او نقص في الحيوية صحيح انه روتيني ولكن انه غالب عليك مزاجك المتعكر او انه القابلية لانك تنفعل في اي لحظة في نوع من انواع الضغط اه موجود عليه اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايفه انه جيد اه على المستوى المالي يعني بتحاول تجد حلول او تحسب لبعض الامور او انك ترتب امور لتحسين الوضعي المالي اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي اه او بالصفقات التجارية اليوم ممكن يحصلوا على نتائج جيدة ولكن حاولوا انك تقللوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندكو نشاط كثير وحركة داؤوبة لدرجة انه انت بتحاول انك انت تعمل اكثر من شيء في وقت واحد فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد خلال هذا النهار تعرف ايش الاشياء الضرورية اللي انت حابب تنجزها اه حاول انك اذا حابب انك تدخل في موضوع نقاش او اقنع اشخاص بوجهة نظرك انك ما تعصب اه بتقدر اليوم تبدأ بقراءة رواية او كتاب معين او الاطلاع على اه بحث معين او تبحث عن شيء معين الفترة هاي جيدة لكل امور اللي لها علاقة بالدراسة والاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فبيت البيت شكل روتيني عندك وروتيني ممكن يصل لمرحلة الضغط حتى فعشان يكي بدك تمسك عصابك قدر الامكان من الحدية ومن العصبية اثناء الجمعة العائلية او تواصل مع احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض ومن العاطفة فعشان هيك الامور نقدر نحكي انها روتينية اما بالنسبة للبيت السادس في منك ممكن ينجز اعمال كثيرة خلال هذا النهار وممكن حتى لو عمل ساعات اضافية ولكن في منك رح يهتم بوضع صحي يراقب وضعه الصحي في بعض الامور الصحية شوي هيك بتكون مؤرقة اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية نقدر نحكي نسبيا هو روتيني ولكن برضو بيجي عليه نوع من انواع الهالة الايجابية فعشان هيك منقول انه وضع ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فذكرنا السابع والثامن في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني اليوم تقريبا لساعات نحكي الظهر والامور ضغطة على امور الاتصالات الخارجية او العطال اللي صارت بسبب سفر او تعطل سفر او امور دراسة او يعني امور امتحانات تعطلت فهاي كلها كانت ضغطيتك بالفترة الماضية من ساعات الظهر بتبلش تيجيك انفراجات او بعض التطمينات او اشياء ممكن تساعدك في نقاط معينة تلاقي حالك انه انت انت عشت شيئا ما بخبر ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه الامر روتيني برضو على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة تعمل عليك بشكل روتيني اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم في كثير من التواصل والاتصالات مع اصدقاء او مع زملاء او مع معارف اما لحل مسألة معينة او نقاش لحل وضع معين او لحل مشكلة قديمة كانت موجودة ما بينك وبين احد الاصدقاء يعني في نوع من انواع التواصل الايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب لغاية ساعات الظهر بتظلك مضغوط وعندك نوع من انواع التوتر ولكن بعد ساعات الظهر بصير العمر ايجابي وبدعمك بشكل واضح تماما لمصلحتك تقدر تنجز كثير من الاعمال في منكم ممكن يراقب وضع صحي الو او لاحد الاقرباء برج العذراء واصلوا اي عمل بدأتم فيه من قبل ما تبادروا مع عمل جديد في ساعات العصر ترغبوا في تدعيم شراكتكم طبعا القمر رح يكون موجود في المنزل البيت السادس وفي البيت السابع خلال هذا النهار يعني مقابلكو بشكل مباشر فعشان هيك بتحسوا بالضغط بيجي على الامور اللي الها علاقة بالعمل على الامور اللي الها علاقة بالصحة وبرضو بتحسوا انه طاقتكم ضعيفة عشان هيك انجزوا بس العمل المطلوبة منكم اهتموا بصحتكم وممكن انه صير في نوع من الانواع الاهتمام في اي امور لها علاقة بتعزيز الشراكة ولكن بتكو تنتبهوا برضو للوضع الصحي لانه القمر مقابلكو بشكل مباشر اما بالنسبة البيت الاول فانا شايف الامور جيدة على المستوى النفسي شوي انت مشحون بطاقة نفسيتك جيدة خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن انك انت تنجز كثير من الاعمال بنشاط وحيوية اما بالنسبة للبيت الثاني الامور المالية تشبه يعني نقول عند الاغلب مستقرة يعني في اشياء ايجابية ممكن يحصلوا على نوع من انواع الاموال اللي لها علاقة بالعمل الاضافي او نوع من انواع التعويضات يعني في اشياء ايجابية في هذا البيت ولكن برضو بتكون تقللوا من المصاري في قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه يعني نقدر نحكي اليوم شبه روتيني ما فيها الاشي القوي الكبير اللي نقول انه ايجابي او سلبي فعشان هيك على عمله ولكن ما رح يكون في اشي مضاف عليها او مضاعف اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فانا شايف انه الامور شوي فيها نوع من انواع الحدية على مستوى البيت خلال هذا النهار وخصوصا في فترة ساعات الظهر حاول تمسك عصابك عشان ما تدخل باي خلاف يحتد ويكبر بينك وبين احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على مستوى الشراكة يعني شوي الامور نقدر نحكي فيها نوع من انواع التواصل ولكن منقول على حجم روتيني مش على حجم اكبر من هيك عشان هيك بتتعاملوا بنوع من انواع التودد او تعاطف او الواجبات بس المطلوبة منكم اما بالنسبة للبيت السادس والسابع بالنسبة للبيت الثامن فبلاقي انه ماشي انه احنا حكينا عن الفلوس انه بيجيك فلوس ولكن هون الاموال المشتركة فيه نوع من انواع الضغط عليك اما انه عليك معاملات او عليك فوترة او عليك بعض الاجراءات او الالزامات او الالتزامات اللي انت بتحاول انك انت يترتبها بالفترة هاي حاول انك ترتبها بشكل عقلاني بدون مخالفة القوانين اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه فيه نوع من انواع الاتصالات الخارجية بس مش بالشكل الكام او مش مع كل موليد برج العدراء يعني اتصالات روتينية نوع من انواع التواصل بعض البحوث الدراسية اشياء لها علاقة بدراس الجامعية او الامتحانات او مؤسسات تعليمية او اشياء لها علاقة بالسفر بتكون عند اقلية من برج العدراء اللي بيهتموا في هاي المسائل خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه اللي بيعملوا في المؤسسات الكبيرة او شركات الكبيرة وما زالوا على رأس عملهم اليوم بيكون عندهم برضو انجازات كبيرة جيدة ممكن يجيهم نوع من انواع الاطراء او التكريم او يكون فيه نوع من انواع التعامل او التعاون مع زملائهم في العمل ورواساهم في العمل بيكون برضو جيد اما بالنسبة لابيتك 11 فاليوم فيه نوع من انواع اللقاء او الاجتماع او الاستشارة مع احد الاصدقاء او احد المعارف اللي هي العلاقات العامة ولكن بدك تدير بالك في ساعات الظهر تحديدا ممكن تتوتر او تعصب او اثور على تصرف او على موقف بتصرف احد معارفك اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك بشكل كبير لغاية ساعات الظهر وبعدها ببلش يخف شوي ولكن هذا الضغط برهقك اما براكم الاعمال عندك وبخليك مش قادر تنجزها بالكامل او انه بضغطك على الوضع الصحي عشان هيك بدك تراقب الحالتين وتعرف ايش الضعف وين وتحاول انك انت تتغلب عليه بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد خلال هذا النهار بتظل العاطفي قوية لديكم وبميل احبائكم للتجاوب معاكم بس بتكو تنتبه لصحتكم من ساعات العصر حتى المساء او حتى الفترة القادمة يعني القمر رح ينتقل من البيت الخامس للبيت السادس الامور العاطفية القوية اللي كانت موجودة بساعات انتقاله للحوت فانت رح تنضغط شوي ممكن شوي صحتك يصير بدها نوع من انواع المراقبة والاعمال اللي عندك ممكن انها تتراكم اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور يعني روتينية على المستوى النفسي فعشان هين قم نقول لك انجز الاعمال الضرورية بس وحاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وحاول انك انت تأخذ قصة من الراحة اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية اليوم في اشخاص منكم ممكن يحصل على صفقة تجارية او نوع من انواع التبادل التجاري او نوع من انواع المنح او الهبات في نشاط فكري على المستوى المالي عالي جدا رح يكون خلال هذا النهار او في منكم ممكن اللي بيشتغلوا بالاعمال الاضافية يحصلوا على نتائج جيدة اما بالنسبة للبيت الثالث في منكم رح يهتم بامور العلاقة بالدراسة والامتحانات والاتصالات والمواصلات هذول الاربع اشياء طبعا بتفرع منهم الاف الاشياء عشان هيك اختصرتهم باربع كلمات هم هذول اللي رح يكون الاهتمام عليهم فممكن تكون دراسة مواصلات تليفونات سيارات ممكن امتحانات ممكن نقاشات ممكن جدالات كلها بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فانا بقول يعني انه شوي الامور جيدة على مستوى البيت فعشان هيك بتظلها الامور مستقرة تماما لغاية ساعات الظهر ممكن شوي يصير فيه نوع من انواع الخلافات بعد ساعات الظهر او الحدية في الطباع او تصرف معين ما يعجبك من احد سكان البيت او احد افراد العائلة فانت تحتد وتعصب عليه حاول انك تمسك اعصابك اما بالنسبة للبيت الخامس والسادس فذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى الشراكة المالية والعاطفية تتعامل بنوع من انواع الروتين اما بالنسبة للبيت الثامن فهو خالي تماما لا حظ ولا نحس موجود عليه فالامور الاموال المشتركة يعني نقولك انه برضو ما في ذاع للمغامرات المالية خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فراح يكون فيه نشاط واضح خلال هذا النهار بالاتصالات البعيدة او الخارجية او الامور اللي لها علاقة بالامتحانات الجامعية او اشياء اللي لها علاقة بمستندات قضائية او اشياء علاقة كثير من الاعمال اللي لها علاقة بالسفر او الاتصالات الخارجية اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف نقول احنا فارغ تماما رغم انه راح يكون فيه ضغوطات على مستوى العمل في ساعات الظهر ولكن برضو تمشي الامور بشكل ايجابي ان تجاوزت هذه النقطة اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى العلاقات العامة فممكن يكون فيه نوع من انواع التواصل او اللقاءات او دعوي لحضور حفلي او مناسبة او اجتماع ممكن يجمعك باحد الاحباء او الاصدقاء خلال هذا النهار ويكون ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه شوي بيضغطك فعشانك حاول تنجز العمال الضرورية من اللي عندك حاول تراقب وضعك الصحي بشكل جيد خصوصا المعدة ونقص المناعة زي الفلونزا او الرشح او الاشياء اللي زي هيك واشياء العلاقة بالجلد يعني زي تحسس جلدي حبوب او بثور او شغلات من هذا القبيل وبعديها الامور ان شاء الله بتصير بشكل جيد ان تجاوزت هذه المرحلة برج العقرب تجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مساكنكم في ساعات العصر بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم طبعا القمر رح يتواجد في البيت الرابع اغلب النهار وبعدين رح ينتقل للبيت الخامس بيت الحب والعاطفي فعشان هيك الامور رح تكون ايجابية من بعد ساعات الظهر اما بالنسبة للبيت الاول فهو روتيني تماما يعني بتتعامل بشكل روتيني تماما خلال هذا النهار في نوع من انواع تقلب في المزاج عندك ولكن انت عندك القدرة على السيطرة عليه اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف ان الامور على مستوى البيت الثاني شيئا ما مستقرة بالنسبة للوضع المالي تتحكم فيها انت بشكل ايجابي ولكن حاول انك تخلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث ففي منك رح يهتم في امور العلاقة بالمطالعة او بالدراسة او بالبحث او بالمراسلة او باشياء العلاقة بالاتصالات والمواصلات مثل الاهتمام بسيارة او الاهتمام بجهاز هاتف نقال او اشياء لها علاقة بدمج ما بين الموضوعين اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور مثل ما ذكرناها نحاول انك ما تدخل اي تغيير جذري على مسكنك ممكن اليوم يكون في عندك نشاط عالي جدا داخل البيت او بعض الاهتمامات او الاشياء الموكللة لك اما في ساعات ما بعد الظهر بتصير الامور على الشكل العاطفي بتستقر الامور العاطفية عندك بشكل جيد ممكن يصير في عندك رغبة للتقرب من احباك او التفاهم معهم اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه العمر يعني شوي نقدر نحكي انه جيد انك تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك ولكن لا ترهق حالك زيادة لانه انت الفترة هاي شوي في عندك ضعف نقدر نحكي او وهم عام فعشان هيك ممكن تشعر بالتعب والارهاق او بعض الالام اللي الها علاقة بالمسالك البولية او اسفل البطن او اسفل الظهر فعشان هيك والمفاصل يعني مفاصل والعضلات اللي بتحيط بالمفاصل فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف ان الامور على مستوى الشراك المالية والعاطفية جيدة خلال هذا النهار ففي نوع من انواع التواصل او التفاهم ما بينك وبين الشريك ممكن تصل لحل نتيجة معينة او خطة مستقبلية لحل مسألة معينة اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن انت تلجع لنوع من انواع الدعم او المساعدة الخارجية او ممكن يجيك نوع من انواع الدعم او المساعدة من احد الاشخاص من يدعمك في مسألة مالية معينة او ممكن تكون نوعود للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم رح يكون في عندك نشاط كبير الو علاقة بالاتصالات الخارجية نوع من انواع التواصل مع اشخاص خارج البلاد او اشياء الها ترتيب بامور الها علاقة بالسفر اشياء برضو ممكن الها علاقة ببعض الدراسة الامتحانات الاشياء الليها علاقة بالمؤسسات التعليمية كل الاهتمامات رح تكون مركز على هاي النقاط في منكم ممكن يهتم في امور الها قانونية او قضائية يعني رح تكون برضو ان شاء الله انها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى المؤسسات الكبيرة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه جيد على مستوى التواصل مع الاصدقاء او لقاءات او اجتماعات او اشياء الليها علاقة بالتعاون ممكن تصير مع احد العلاقات او الاصدقاء يساعدك او يعاونك في مسألة معينة او انت ممكن تطلب منه المساعدة او المشورة او يشاورك هو في شيء وانت تشور عليه باشي يجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور نقدر نقول انها نسبيا جيدة تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك حاول انك تراقب وضعك الصحي اهم شيء وحاول انك تاخد قصد كافي من الراحة بدون ما ترهق حالك الزيادة برج القوس اللي عنده دراسة او عنده امتحان او عنده مقابلة خلال هذا النهار بده يركز ويستعد بشكل جيد وخصوصا من الان ولغاية ساعات ما قبل العصر عصر هذا النهار بعدها بتفضل الاجواء البيتية والعائلية وممكن تهتم بعطال او اشياء لها علاقة بالصيانة او الاهتمامات العائلية او البيتية القمر رح يتواجد في بيتك الثالث وبيتك الرابع اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف ان الامور يعني نفسيا انت شيئا ما احسن الا انه في ساعات العصر ممكن تنضغط وصير في عندك نوع من انواع العصبية اما بالنسبة البيت الثاني فانا شايف الامور جيدة ممكن تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار ممكن تحصل على اموال تيجيك عن طريق مساعدي او ممكن انها تيجيك عن طريق عمل اضافي اما بالنسبة البيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف روتيني تماما على المستوى العاطفي بتتعامل بروتيني يعني بصل لمرحلة البرود حتى ما فيها القوة الكبيرة لسه الشمس ما استقرت بالشكل القوي عشان تعطيك الطاقة العاطفية الكبيرة فعشان هيك اليوم برضو فارغ من الامور العاطفية بشكل كبير او في عاطفة ولكن عاطفة روتينية احنا بنسميها اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم عندك كثير من الاعمال بتحاول انك تنجزها في اشياء مرهقيتك او موتريتك بخصوص العمل بتحاول وفي منك رح يهتم بامر صحي او امور صحية بحاجة للمتابعة او المراقبة بشكل كبير اما بالنسبة لابيتك السابع فانا شايف انه الامور على مستوى الشراك المالية والعاطفية جيدة خلال هذا النهار ممكن تتواصل وتتباحث انت والشريك بشكل جيد لحل مشكلة معينة او للتباحث لحل وضع معين اما بالنسبة لابيتك الثامن فانا شايف انه روتيني ما فيه شيء ايجابي ولا سلبي ولكن بمين للاجابية فعشان هيك ممكن تجيك مساعدات او بعضك يجيهم بعض المساعدات الخارجية ماليا اما بالنسبة للبيت التاسع فيعني في منكم رح يكون فيه عنده نوع من انواع الدراسة او الاستعداد لامتحان او تجهيز لدراسة معينة في منكم ممكن يدخل في بحث معين او مطالعة او مراسلات خارجية اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه جيد على مستوى انجاز الاعمال الضرورية خصوصا للقائمين في المؤسسات الكبيرة او الشركات اللي ما زالت مداومة فعشان هيك يكون عندهم انجازات جيدة على مستوى العمل في منكم ممكن يحقق انجازات رائعة وممكن تكون بتعاون مع صديق او زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط اجتماعيا او مناسبة او يكون في لقاء بجمعك في بعض الاصدقاء او المعارف بشكل ودي اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقول لك بدك تدير بالك يعني الامور رح تضغطك وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر بشكل اكبر فعشان هيك رح تحس انه طاقتك ضعيفة في اعمال رح تتراكم عندك حاول تنجز اللي بتقدر عليه من الاعمال اللي هاي بدون ما تخليها تتراكم راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول انك تخلد للراحة برج الجدي تجنبوا شراء اي حاجية ثمينة خففوا من النفقات من ساعات العصر تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات يعني القمر رح يكون موجود بين البيت الثاني والبيت الثالث فعشان يكفيه نوع من انواع الايجابية ولكن في البيت الاول يعني في بيتك الثاني بيت المال بنقول لك قلل من النفقات والمشتريات الغير ضرورية وخفف من النفقات قدر الامكان وفي فترة العصر بتصير البيت الثالث يعني بتزيد الامور عندكم في امور العلاقة بالاتصالات والتنقلات ممكن الاهتمام بامور لها علاقة باجهزة الاتصالات والمواصلات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه نفسيا أنت اليوم يعني برضو روتيني متقلب بالمزاج ما بين حدية وما بين راحة ما بين عصبية ما بين اكتئاب ما بين يعني في نوع من أنواع التقلب في المزاج عندك خلال هذا النهار واضح جدا أما بالنسبة لبيتك الثاني والثالث ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني بتبلش الأمور والضغوط اللي على مستوى البيت تخفه شوي عليك بلشت تستقر الأمور بلشت أنت تعرف تتعامل معها بشكل جيد يعني صار فيه نوع من أنواع الاستقرار ممكن يكون فيه عندك اهتمام في بعض الصياني أو الترتيب أو الأمور البيتية تهتم فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية عندك جياشي خلال هذا النهار بتحاول أنك تتواصل مع الحبيب بأي طريقة يعني حابب أنك أنت توصله أو تحكي معاه أو تطمئن عليه أو نوع من أنواع التواصل العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن أنك أنت حتى ما تخلي الأعمال هاي حتى لو تعمل ساعات إضافية يعني بدك تنهيها أما بالنسبة للوضع الصحي راح تهتم بوضع صحي معين وممكن تبدأ بأخذ نوع من أنواع الوقاية الصحية أو الاهتمام بوضعك الصحي بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع فما زال بيت الشراكي بيشكل لك نوع من أنواع العبئ بيضغطك في ساعات الصباح لغاية ساعات الظهر وبعدين الأمور بتستقر شيئا ما بشكل إيجابي وبصير فيه نوع من أنواع الهدوء النسبي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور خالية تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى الدعم الشراكي أو الشراكي الأموال المشتركة فأم نحكي لك فيه هدوء كامل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فأكثير من الاتصالات اليوم الخارجية راح تكون معك ممكن تتصالات تفقدية ممكن استعداد لا امتحانات أو لدراسة معينة ممكن بحوث أو دراسة لشيء معين المهم أنه فيه عندك اهتمامات كبيرة لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات الخارجية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور يعني على مستوى اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة ممكن فيه ساعات الظهر يصير فيه عليهم نوع من أنواع الطلب لإنجاز ملفات معينة فأنت تكون من الأشخاص اللي بنجزها وبتجوز المرحلة الصعبة وممكن يتعاون مع زملاء أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور جيدة ممكن اليوم تحمل لك لقاء أو اتصال أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة عند بعض الأشخاص أو لقاء حتى بس على مستوى أصدقاء ويكون لا شير بفنجان قهوي أو نوع من أنواع التواصل أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه الضغط رح يظل مستمر معك لغاية ساعات الظهر بعدين الأمور بتصير جيدة رح تهتم بوضعك الصحي بشكل جيد وممكن تبدأ بشرب أعشاب أو لاهتمام بالطب البديل أو بنوع من أنواع المكملات الغذائية لتقوية الجهاز المناعي عندك أهم شيء أنك أنت تنجز الأعمال المطلوب منك وتحاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج الدلو أنتو نشطون مع هيك ما تبادروا لعمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من قبل من ساعات العصر بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم يعني القمر رح يكون موجود متنقل ما بين بيتك الأول وبيتك الثاني فعشان هيك الأمور أنه ما تبادروا بأعمال جديدة حاولوا أنه بس تعملوا الأشياء اللي بين إيديكو حاولوا أنه أنتو في ساعات العصر يعني الأمور المالية هي اللي بتلفت انتباهكو بصير فيه نوع من أنواع الضغط أو ترتيب الميزانية أو ضبط الميزانية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندكو كثير من التنقلات والاتصالات وفي منكو كثير من النقاشات أو البحوث أو أشياء لها علاقة بالسفر القصير والامتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور يعني عن مستوى البيت شيئا ما بنقدر نحكي روتينية ما بنحكي أكثر من هيك ولكن في ساعات المساء دير بالك من الحدية والعصبية أو أشياء ممكن تأرقك وتأزم الوضع الداخلي عندك في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف جيد على مستوى العاطفة ممكن التواصل مع الحبيب أو لقاء الحبيب أو حتى التفقد أو نوع من أنواع التعاطف حتى لو من بعيد أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم في ضغط كبير عليك على مستوى العمل فعشان هيك بتحاول تنجز أعمال كثيرة منك مطلوبة منك ما إلك نفس أنك تنجزها أنت يعني في نوع من أنواع التكاسل ولكن الاهتمام الصحي هو اللي غالب عليك خلال هذا النهار هل هو نوع من أنواع الوقاية أو نوع من أنواع أخذ العلاج المنتظم أما بالنسبة للبيت السابع فهو خالي تماما على مستوى الشراك المالية والعاطفية فأنت بتتعامل فيه بطريقة روتينية ما فيه لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثامن ممكن تبدأ بخطة لطلب دعم معين أو مساعدة معينة مالية تيجي من طريق شريك أو طريق تعويض وممكن أشياء لها علاقة بالقروض أو الديون وممكن سداد بعض المبالغ اللي بتعود لك من أطراف أو من أشخاص أخرى أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه فيه عندك نشاط كبير اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية وممكن بحث مساء الخارجية أو أشياء دراسية أو أشياء لها علاقة بالدراسة فالأمور جيدة بتقدر أنك أنت تتبحث وتبحث فيها بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن يكون فيه نتائج إيجابية معك ممكن أنت تدرس موضوع معين أو تستعد لها امتحان معين أو سفر أو أشياء لها علاقة بالسفر كانت معطلة وبدك تبادر ترتبها من أول وجديد أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه خالي تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأعمال مع المؤسسات الكبيرة أو الأعمال من ضمن مؤسسة فبشوفه روتيني أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع التواصل مع أصدقاء ممكن تحمل لك نوع من أنواع الدعوة أو اللقاء أو نوع من أنواع التباحث أو نوع من أنواع المساعدي ما بينك وبين أصدقائك أو أحد ما عارفك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا بشوف الأمور بتظلها ضغط عليك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير الأمر إيجابي تدعم بشكل مباشر أو بشكل جيد نفسيا ومعنويا فممكن أنت تهتم بوضع صحي أو تنجز عمال ضرورية وتحاول أنك تأخذ قصة من الراحة حاول أنك تراقب برضو ألام العضلات وألام التوترات العصبية والأمور اللي إلها علاقة بالمفاصل وبرضو أمور المعدة برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم من ساعات الصباح لغاية يعني من الآن لغاية إحنا نحكي ساعات ما قبل العصر بعدين بتبدأوا فترة أفضل بتعيد عندكم نشاطكم المفقود وبتبنحكم نوع من أنواع الطاقة بشكل كبير طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وبدو ينتقل للبيت الأول فعشان هيك بتلاقي نوع من أنواع التقلب اليوم رح يصير عندك بشكل واضح وملموس أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تتحسن بشكل إيجابي خصوصا في ساعات ما بعد الظهر بشكل إيجابي ممكن تحصل على بعض الأموال أو بعض الهدايا أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمنح اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي ممكن يحصلوا على أموال بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أن الأمور ممتازة جدا اليوم على أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو الاتصالات أو المواصلات أو السفر القصير يعني بيكون في عندكم نشاط كبير خلال هذا النهار ممكن لعدة أمور مع بعض في أشخاص ممكن يستعدوا لدراسة معينة أو بحث معين أو مطالعة معينة في موضوع معين ممكن نقاشات عديدة ممكن اتصالات مواصلات اهتمام بأجهزة تليفونات كمبيوترات أشياء من هذا القبيل ممكن أشياء إلها علاقة بصيانة سيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه اليوم راح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام الإيجابي على مسائل إلها علاقة بالبيت يا إما صياني يا إما ترتيب يا إما مشتريات يا إما مشكلة مع أحد أفراد العائلة أو التباحث في مسألة معينة المهم في لقاءات وفي نقاشات حاول أنك أنت ما تحتد فيها أما بالنسبة للبيت الخامس المستوى العاطفي شوي فيه نوع من أنواع الانتحاسي خلال هذا النهار ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغط أو العصبية ممكن تتوتر علاقة عاطفية بينك وبين شخص فعشان هيك يحاول أنك تمسك عصابك وما تنفعل لأن الأمور هي حدي بطبيعتها فما تخليها تزيد بزيادة وتحصل مشكلة يعني اليوم وبكرة ضغطات عليك بالمستوى العاطفي حاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه جيد ممكن تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك رغم أنك أنت روتيني حتى بالعمل يعني فيه عندك نوع من أنواع التكاسل حاول أنك ما تتهرب وحاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك بدون تراخي وفي منك ممكن يهتم بوضع صحي أو مراقبة وضعه الصحي أو البداية بنوع من أنواع الوقاية إما بمكملات غذائية أو فيتامينات أو أشياء لها علاقة بالتغذية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه جيد جدا على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك ممكن تتواصل مع الشركاء بشكل جيد ممكن تصل لحل لمشكلة معينة أو لا شيء معين كان مأرقك في الفترة الماضية اليوم تقدر تحط النقاط على الحروف ولكن أنا بنصحك أنه أي شيء خليه لبعد ساعات العصر بيكون إيجابي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه الأمور فارغة تماما من الحضود يعني ما فيه لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتكون الأمور المالية المشتركة شوي عليها نوع من أنواع الفتور في هذه المرحلة أو هذا الوقت أما بالنسبة للبيت التاسع فيه عندك كثير من النشاطات اللي العلاقات بالعلاقة بالاتصالات الخارجية أو دراسة معينة أو بحث معين أو أمور العلاقة بالمؤسسات التعليمية أو أشياء العلاقة بامتحانات أو مقابلات أو مراسلات لسفر قادم أو ترتيب لسفر قادم أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة وما زالوا على رأس عملهم اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع الإنجاز الكبير المهم ونوع من أنواع التعاون ما بينهم بين زملائهم بالعمل ورؤسائهم بالعمل بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الأمور جيدة جدا على مستوى العلاقات فممكن اليوم يكون فيه اجتماع مع أصدقاء أو لقاء أو دعوة أو حضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع على مستوى الأصدقاء حتى ممكن يكون على مستوى شرب فنجان قهوة أو لقاء عادي أو ممكن اتصالات تليفونات فالأمور يعني شوي بدها نوع من أنواع الدبلوماسية بالتعامل لأجل أنه استمرار العلاقات العامة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور جيدة اليوم يعني بتتحسن بشكل ملحوظ وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء